الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم البعث والدين أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته روى الإمام المسلم عليه رحمة الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد والمعنى أن أول الناس محاسبة يوم القيامة رجل قتل في ساحات المعارك إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها وهنا يسأل الله سبحانه وتعالى هذا الذي قتل في ساحات المعارك قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدته قال كذبته ولكنك قاتلته لأن يقال جريء فقد قيل وهنا يكذب الله سبحانه وتعالى هذا الذي قاتل فقتل في ساحات المعارك من أنه قاتل من أجل الله جل وعلا وهنا مسألة مهمة لا بد من التنبه إليها وهي أن الإنسان إن استطاع أن يكذب على بعض الناس في الدنيا فإنه لن يستطيع أن يكذب على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأن استطاع أن يخدع بعض الناس في هذه الدنيا فلن يستطيع أن يخدع الله جل وعلا في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يعلم حتى ما في قلوبنا ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألم يقل الله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله فالله سبحانه وتعالى لا يعلم ما نقوله بالسر والعلانية فقط بل يعلم سبحانه وتعالى ما نكنه في صدورنا لذلك يوم القيامة قال عنه لله سبحانه وتعالى يوم تبل السرائر فكل ما كان مدهونا في هذه القلوب سوف يخرجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهنا ستكون فضيحة المرائي هذا الذي قاتل فيما يبدو للناس من أجل الله جل وعلا فقتل في ساحات المعارك لما يسأله الله سبحانه وتعالى فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشدت فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت ولكنك قاتلت لأي قال جريء أي قال شجاع ويقال مقدام لا يخاف الموت وهنا سؤال لا بد للذي يقع في الرياء أن يعيه هل سينفعك من رأيت من أجلهم يوم القيامة وهل سيمنعون عنك عذاب الله سبحانه وتعالى إن أتاك الجواب أبدا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كذبت ولكنك قاتلت لأي قال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أسأل الله جل وعلا سلامة والعافية فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا المرائي الذي أظهر للناس أنه يقاتل في سبيل الله وهو ما قاتل إلا لأن يقال عنه شجاع فإن الله سبحانه وتعالى يأمر به فيسحب على وجهه والمعنى أنه يجر مبطوحا على بطنه وعلى وجهه بكل شدة وبكل عنف إهانة له وإذلالا له لأنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فأين الذين رأيت من أجلهم؟ وأين الذين فعلت وضحيت من أجلهم بعبادتك لله سبحانه وتعالى؟ هل نفعوك يوم القيامة؟ أو هل سينفعونك يوم القيامة؟ أم هل سيمنع عنك عذاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أبدا لن يستطيع أن يمنع عنك ملائكة الله يلا وعلا التي سوف تؤمر بسحبك مبطوحا على وجهك وعلى بطنك بكل شدة وعنف إذلالا لكل من راء أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية لذلك الواجب علينا معشر الأحبة أن نحذر من الرياء والواجب علينا أن نجتهد في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وهذا الحديث من أدلة كثيرة على أن العبادة إذا لم يأتي فيها العبد بالإخلاص بشرط الإخلاص فإنها غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وصاحبها معذب إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى أو أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه هذا المنكر الشنيع فالواجب علينا أيها الأحبة أن نحرص على الإخلاص وأن نبتعد عن هذا الرياء ثوب الرياء يشف عن ما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن والمعنى أن هذا الرجل طلب العلم الشرعي فعرفه وبلغه للناس وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعلمه للناس ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لأن يقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار أسأل الله جل وعلا سلامته العافية ثم قال عليه الصلاة والسلام رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركتني سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لأن يقال جواد فقد قيل وجواد يعني الكريم والسخي قال كذبت ولكنك فعلت لأن يقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية فهذه أصناف ثلاثة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن أهلها سوف يهانون هذه المهانة الشديدة وسوف يسحبون على وجوههم وبطونهم بكل شدة وعنف إذلالا لهم وإهانة لهم لأنهم لم يخلصوا لله سبحانه وتعالى العبادة وفعلوا هذه الأمور التي شرع الله سبحانه وتعالى لعباده لأن يتقربوا بها إليه فعلوها مراءاتا للناس وطلبا لثناء الناس عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية فمن فوائد هذا الحديث وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والحذر من الرياء والرياء كما هو معلوم قادح من قوادح التوحيد وقوادح التوحيد هي معاصي إذا فعلها الإنسان فإنه لا يكفر لكن أجره ينقص ويكون من أصحاب الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله سبحانه وتعالى أما إذا ارتكب الإنسان ناقضا من نواقذ الإسلام ونواقذ الإسلام هي معاصي إذا فعلها الإنسان فإنه يخرج من دين الله سبحانه وتعالى ويصير بذلك كافرا مرتدا كأن يدعو مع الله سبحانه وتعالى غيره فيستغيث بالأنبياء والصالحين ويطلب منهم المدد وأيضا بأن يعتنق العلمانية وهي عزل الدين عن حياة الناس فالعلماني كافر مرتد إن كان ممن ينتسب إلى دين الله جل وعلا كذلك من نواقذ الإسلام سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فهذا ناقض من نواقذ الإسلام من فعله صار من جملة الكفار لمرتدين فالشاهد أن من أتى بقادح من قوادح التوحيد كان ذلك جزاؤه فكيف بمن أتى بناقذ من نواقذ الإسلام أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية والخلاصة أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نحرص على تعلم التوحيد والسنة وأن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاصة ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في كل الأعمال والواجب علينا أيضا أن نحذر من كل عمل يحبط أو يفسد علينا أعمالنا الصالحة لأن الأمر كما قال العلامة بن القيم عليه رحمة الله ليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه هذا والله أعلى وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الدين بالمفهوم الصحيح هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون وإمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة لا ما تيدد وحدث بعد ذلك